محمد جرى اتصال بين وزير الخارجية التونسي مع أميننا العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط فماذا جاء في بيان الجامعة بشأن تونس بعد هذا الاتصال؟ نعم طلقت الجامعة العربية اتصالا من تونس اليوم على لسان مصدر مسؤول بالجامعة العربية جرى اتصالا بين وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي وبين الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الأمين العام استمع خلال هذا الاتصال الذي تناول ما شهدته الأوضاع في المرحلة الأخيرة في تونس إلى كيف يبدو الموقف التونسي الآن على لسان وزير الخارجية أيضا وضع وزير الخارجية التونسية الأمين العام في الصورة كاملة لما يحدث من تطورات وتفاعلات أدت إلى الانسداد السياسي في تونس والذي صاحبه القرارات الرئاسية التي صدرت بالأمس الأمين العام للجامعة العربية وفقا لمصدر مسؤول بالجامعة تمنى الخير للشعب التونسي وأكد على دعم الجامعة العربية كاملا إلى الشعب التونسي متمنيا أيضا خلال هذا الاتصال مع وزير الخارجية التونسي أن تتجاوز تونس هذه الأزمة الأخيرة في وقت سريع وأن تعاود أجواء الهدوء والاستقرار مرة أخرى الساحة التونسية وأن تصل المؤسسات التونسية إلى ما يصب إليه الشعب التونسي من أمال وتطلعات إذن تونس وفقا لبيان الجامعة العربية وما قبلها من أدوار مختلفة لعبتها عدد من الدول العربية على رأسها مصر والإمارات والجزائر من مساعدات لحالة الأزمة الصحية والتفرة التي قد شهدتها تونس يعني تونس بلد عربي مهم يلعب أدوارا متنوعة ومختلفة هذا ما حاول بيان الجامعة العربية التأكيد عليه بتوفير الدعم الكامل من الجامعة العربية وأيضا من الدول العربية فراضة حتى تعاود الساحة التونسية الهدوء والاستقرار مجددا اشتركوا في القناة